اهلا بكم الى موجز اخبار الان اكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب الثلاثاء ان كل الخيارات مطروحة بعد اطلاق كوريا الشمالية صاروخا اخترق الاجواء اليابانية وكانت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية قد طلبت من مجلس الامن ان يعقد جلسة لتدارس اطلاق كوريا الشمالية للصاروخ وفق ما ذكرت رويترز في الاثناء كشفت كوريا الجنوبية ثلاثاء عن صور لما قالت انها تجربة صاروخية بلسية نفذتها الاصبوع الماضي ويأتي الكشف عنها بعد ساعات من تجربة ممثلة لجارتها الشمالية اثارت موجة استنكار عالمية حيث نددت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا مي باطلاق بيونج يانج صاروخا باليستيا عبر فوق اليابان قبل زيارة مرتقب الاربعاء الى توكيو قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ثلاثاء مجموعة اتصال جديدة بشأن سوريا ستعقد اجتماعا في الامم المتحدة في ايلول سبتمبر دون ذكر مزيد من التفاصيل ووصف ماكرون خلال كلمة له في التجمع السنوي للسفراء الفرنسيين وصف الحرب ضد داعش بانها اولوية سياسته الخارجية قررت الولايات المتحدة الامريكية والجمهورية العراقية منح مسؤول مالي في تنظيم داعش يدعى سليم مصطفى المنصور من التعامل مع نظاميهما الماليين وقالت الخزانة الامريكية ان المنصور ساعد في تحويل مئات الالوف من الدنانير العراقية الى داعش في الموصل وباع نفط استخرجه تنظيم من العراق وسوريا اعتقلت السلطات المغربية شخصين يشتبه بصلتهما بالهجوم المزوجة الذي وقع في اقليم كاتالونيا الاسبوع الاسباني في السابع عشر وثمان عشر من الشهر الجاري ويأتي ذلك بينما يلتقي وزير الداخلية المغربي نظيره الاسباني في مدينة الرباط وشدد كلا الوزيرين على اهمية التعاون الامني بين البلدين لمكافحة الارهاب اقدمت جماعة طالبان الافغانية على اعدام قياديين اثنين ينتميان الى تنظيم داعش في اقليم نانجرهار الواقع شرق افغانستان واشارت تقارير اعلامية محلية الى ان مسلح طالبان القوا القبضة على القياديين اولا ثم نفذوا فيهما حكم الاعدام بتهمة قتل مدنيين ومسلحين تبعين لطالبان بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا الى المملكة العربية السعودية اكثر من مليون وثمانمائة الف حاج حتى ظهر الثلاثاء حيث اعلنت وزارة الحج والعمرة عن اكتمال وصول الحجاج الى المشاعر المقدسة وكشف المتحدث الامني لوزارة الداخلية في مؤتمر صحفي عن ان هناك اكثر من اربعمائة الف حاج تم اعادتهم لعدم حصولهم على ترخيص حج هذا ويحل ضيوف الرحمن غدا بمشعر منا لقضاء يوم التروية نهاية الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة